أكدت مصادر الصحفية متخصصة أن نادي تولوز الفرنسي متيقن أنه سيخسر نجمه الجزائري فارس شعيبي في قادم الأسابيع معتبرة أنه على أبواب الرحيل نحو الدوري الألماني وكشفت ذات المصادر دخول النادي الفرنسي في مفاوضات متقدمة مع نادي إنترخت فرانكفورت الألماني الذي يصر على استقدام نجم الجزائر الصعيد والذي تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي مع تولوز في البطولة الفرنسية إلى ذلك أشارت عدة مصادر إلى رغبة اللاعب ومحيطه في الخروج من الدور الفرنسي وخوض تجربة جديدة في بطولة أقوى مثل البطولة الألمانية ولما لا اتباع خطى زميله في الخضر رامي بن سبعيني الذي اختار منذ مواسم اللعب في الدور الألماني وانضم هذا الموسم إلى صفوف فريق بروسيا دورتموند بعد تألقه خلال الثلاثة مواسم التي قضاها مع فريقه السابق بروسيا منشينغ لادباخ وبالإضافة إلى فرانكفورت الألماني الذي يرغب في ضمه يملك المهاجم الجزائر الشاب عدة عروض أخرى من أندية إنجليزية ومن جهة أخرى قاد الشعيبي ناديه تولوز يوم السبت الماضي لتحقيق الفوز أمام نادي أصاصون الإسباني في مباراة ودية تحضيرية للموسم المقبل ترجمة نانسي قنقر